نتابع هذا الموضوع مع تفاصيله أكثر من الرياض مع الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي مساء الخير أهلا بك معنا سيد الحربي لطالما أضطر الحرب على الإرهاب وفق كثيرين تم تأطيرها وكأنها حرب بين الإسلام والغرب إلى أي درجة موضوع التصدي للإرهاب عن طريق الإعلام سيكون من أبرز أولوياته تركيز على هذه النقطة التي لطالما كانت خاطئة طبعا حقبة الإرهاب التي بدأت في العالم العربي والعالم الإسلامي بدأت عندما استخدم الإعلام لو تذكرين خطابات القاعدة كانت تنقل عبرها القنوات التلفزيونية الإعلام لعب دور كبير في إظهار القاعدة في إظهار داعش في إظهار خطابهم في إظهار رموزهم ولعب دور كبير في إصال الفكر المتطرف والفكر الإرهابي للعالم قاطبة فبالتالي مواجهة الإرهاب يكون الإعلام له دور كبير جدا يعني دوره أكبر من الدور العسكري وبالتالي يجب العمل على المسار الإعلامي بشكل مكثف إلى أي درجة هذه مسؤولية ولا تكون بالشيء السهل سيد الحربي خاصة بمقابل ما ركزهم فيه على الوسائل الإعلام كما قلت القاعدة داعش أكثر تابع أكثر الوسائل التواصل الاجتماعي جار هذا الركب وأغرى الناس وجذبهم جذب الكثير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وحتى استخدم تقنيات عالية جدا أنت بحاجة أولا أن توضح ما هو الإرهاب الأمر الثاني أنت بحاجة إلى تفكيك خطاب الإرهاب وكشف رموزه تقديم رسالة إعلامية مؤثرة خاصة لجيل الشباب هو الجيل الذي انخرط بشكل أكبر في العمليات الإرهابية استخدم الإرهاب هم استخدموه في حقبة كان الكل لا يدرك أن الإرهاب يستخدم الإعلام بحرافية عالية الآن مواجهته يجب أن تكون على عدة أصعدة وسائل الإعلام التقليدية التلفزيون الإذاعة ووسائل الإعلام الجديدة السوشال ميديا أيضا هناك نقطة مهمة وجوهرية وهو الحيلولة بين الإرهابين ووسائل الإعلام أنا أذكر مثلا بالقنوات التلفزيونية هناك تجربة مهمة في 98 تم إنزال القناة الصربية من يوتلسات في 2009 أنزلت بداعي دعم التطرف والحظ على الكراهية المنار من غالكسي 19 في أمريكا الشمالية في هيسباسات أمريكا الجنوبية في إيشياسات في إن إس سفن في أفريقيا أيضا يجب أن يكون هناك دور لمنع القنوات التلفزيونية التي تظهر رموز الفكر المتطرف تظهر الرسالة الإعلامية بإقافة صحيح هذه عبطة مهمة ومقدورة عليها ولكن بوجود وسائل تواصل الاجتماعي هنا سيكون صعبا الموضوع ولا يمكن التحكم به يعني لدرجة معينة صحيح غير موضوع التلفزيون والراديو بالتأكيد ولكن أيضا لو تلاحظي تويتر والفيسبوك يلعبون دور واليوتيوب في إقفال بعض المواقع المتطرفة والتي تحظ للإرهاب أيضا يجب أن يكون خطابك أن يكون لديك خطاب واعي خطاب مؤثر تستخدم هذه التقنية تستخدم وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الحديثة أيضا هناك دورين يجب أن تكشف الإرهاب ورموزه وأساليبه وأيضا أن تقدم توعية بخطاب مؤثر يصل للشباب يصل إلى الرموز المؤثرة صحيح إلى أي درجة حتى التصدي إعلاميا للإرهاب هو سيكون له عدة أوجه عدة مؤسسات معنيين تستلم الموضوع من الناحية الدينية مثلا فريق كامل رجال دين لنقط ما تدعيه هذه جماعات الإرهابية ووضع كل النقاط التي تفسر فعلا الدين الإسلامي الصحيح أولا الخطوة الأولى يجب حصر خطاب الإرهاب وخطاب التطرف ثم العمل على تفكيك هذا الخطاب والرد عليه وفق مستندات شرعية وقانونية وتفكيك هذا الخطاب أنت تستطيع أن تواجه الإرهاب على كل الأصعدة ولكن أيضا يجب أن تأخذ كيف تم تجنيد الشباب كيف تم تجنيد بعض مشايخ الدين في هذا المسار أنت يجب أن تحصر ما هو خطاب التطرف كيف استغلوا الشباب ما هي الأدوات التي يستخدموها تفكيك وهم ثم الرد عليه أنت تقارع الحجة بالحجة بالضبط يجب أن تحصر هذا الخطاب الإرهابي تفكيك وهم جدا والتعامل معه بجدية كيف تم تجنيد مهم وسهل دكتور سيد الحاربي صحيح لأنه مناقض تماما إذا كنت سترد مثل ما قلت هو سهل لأن ما يقولونه هو مناقض لما يقوله الإسلام الحقيقي ميسون 50% من الانخرط في داعش من أوروبا وهذه معضلة كبيرة أيضا لو تتفاجئين أنه من المنطقة العربية اللي انخرضوا في داعش انخرضوا في مجتمعات كانوا يعتقد أن مجتمعات تقدمية مجتمعات ليس لديها فكر متطرف في شمال أفريقيا على سبيل المثال 50% من داعش في منطقة أوروبا يجب أن تعرف كيف وصل هذا الخطاب إلى أوروبا ما هي أدواته كيف استخدمت بعض الخطاب الإسلام السياسي الإسلاموية مثل ما يذكرها محمد أركون كيف وصل هذا الخطاب وتفكيكه حصر الخطاب مهم جدا واستخدام نفس الأدوات ونفس وسائل التأثير والوصول إلى الشريحة التي تم استهدافها مهم جدا صحيح وكما دائما يقال مثلث الإرهاب الجماعة الإرهابية الحاضنة الاجتماعية وثقافة التكفير والتبرير شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة يعني يريد كان فيه وقت أطول من الرياض مع الكاتب والمحلل السياسي سيد مناف مونيف عماش الحربي شكرا سيد الحربي شكرا جزيلا لك